اشتركوا في القناة بنسبة ثلاثة وربع بالمئة مع توجه الحكومة الى تقليص الانفاق مع الحفاظ على زخم الاستثمار على مشاريع الاسكان والطاقة والمواصلات وقد اكد كبير اقتصادي ستاندر شارتر بنك خلال استعراض للتوقعات الاقتصادية العالمية قدرة البحرين على استيعاب تغييرات ناجمة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط عالميا من خلال الاستفادات من العوائد السابقة من النفط والمضي قدما في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن القطاع النفطي كما توقع الخبير الاقتصادي ان يكون النمو الاقتصادي في دول الخليج افضل من بداية العام الجاري ولكنه سيكون اقل من العام الماضي ان اداء الاقتصاد البحريني هذه سنة جيد جدا انا توقع ان يواصل النمو الاقتصادي وتيرته المتصاعدة خلال العام المقبل بالطبع هناك تحديات كثيرة مرتبطة بالهبوط الحاد بأسعار النفط على مستوى الأسواق العالمية فالبحرين حالها كحال دول مجلس تعاون الخليجي في هذا الشأن ولكننا واثقون من قدرة البحرين على تعزيز تنميتها الاقتصادية بفضل السياسات الحكومية المتحفظة في الانفاق وزيادة الارادات غير النفطية اخفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره 0.99 من 100 نقطة عن معدل الأغفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وغد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليون ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفا واربعمائة وخمسين سهما بقيمة إجمالية قدرها مائتان وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وخمسون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال احدى وأربعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته تسعة وأربعين من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر